نجرى وزير الخرجية الصينية واني ووزير الخرجية اليوناني مقابلة مع صحفين في أثينا أمس الأحد حيث قال واني إزاء الوضع في شبه الجزيلة الكورية أن موقف الصين من قضية شبه الجزيلة الكورية ثابت وواضح ولن يتغير وإن الصين مرتزمة دائما بنازع السلاح النووي في شبه الجزيلة الكورية والحفاظ على السلام والاستغرار فيها وحل القضية النووية في شبه الجزيلة الكورية بالوسائل الإسلامية على الرغم من أن الصين لا تركز حاليا على الصراع وعلى الرغم من أن مفتاح حل القضية النووية ليس بيد الصين لكن الصين تتمسك بموقف مسؤول اتجاه السلام والاستقرار الأقليمي في شبه الجزيلة الكورية وتظل تعمل على استئناف محادثات السلام في الأوينة الأخيرة قدمنا مقترحات معقولة حصلت تلك الاقتراحات على التفاهم والدعم من المزيد من الدول إذ كانت الأطراف الأخرى لديها نوايا سلمية أطلب من تلك الدول أن تقدم الحلول الخاصة بها وينبغي لجميع الأطراف إطلاق صوت سلمي وعقلاني أقد واني على أن الصين ستواصل الحفاظ على الحوار والتشاور مع الأطراف المعانية لحل القضية النووية في شبه جزيلة الكورية وستستمر في لعب دور بناء كانت الأقوال والأفعال ضد الاحتجاجات كافية في هذه الفترة نحن بحاجة إلى صوت سلمي وعقلاني الصين لن تتخلى عن واجباتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر